السلام عليكم ورحمة الله في تساؤلاتنا تعود إلى تتويج منتخب أقل من 17 عاما أبطالا للعرب بفوزهم في المباراة الاختتامية على منتخب المغرب بركلات الترجيح في بطولة فزت بها الجزائر مرة لتؤكد على جدارتها في الفئات الشبانية على الأقل في الفترة الأخيرة بعد فوز أيضا منتخب أقل من 20 عاما نتحدث عن هذا التتويج الأسباب التي أدت إلى تتويج هذا المنتخب كيف فزنا وما الذي تغير في هذا المنتخب أو في هذا الطاقم بشكل عام هل تغيرت المنظومة بشكل عام حتى رأينا التتويجات في الفترة الأخيرة أم كانت هناك أسباب واضحة لهذا التتويج ما دور الأكاديميات في هذا التتويج ولماذا حارب البعض هذه الأكاديميات في فترات سابقة هل لدور الأكاديمية كبير في التتويج الجزائري وما مستقبل هذه الأكاديميات في ظل الحديث عن ربما تحويل بعض الأكاديميات إلى مناطق أخرى سنتحدث عن كل هذه الأمور أهلا بكم مشاهدي ألا فاضل مع هذا الموضوع نتحدث مع واحد من الناس المختصين طبعا في هذا المجال عبد الكريم صابر الشريف مدرب منتخب أقل من 17 عاما سابقا وأيضا مدرب في أكاديمية سيدي بالعباس مسأل خير مسأل خير حاكم مسأل خير مونير قبل ما تقدموا مسأل خير الجمهور كريم ومشاهدي النار طبعا مونير أيد قاسم سأل خير ومحبا مسأل نور حاكم مسأل خير مشاهدي الكرام ومسأل خير كذلك لصديقي كريم لدي بزمجتوس طبعا نحن نجمع والناس كبثل ما نجمع المشاهدينا على برنامج واحد مشاهدين دعني أذكركم حتى نعيد لكم الصور الجميلة لأعينكم بهذا التتويج كيف توج منتخب أقل من 17 عاما وصدر الألم ربما للبعض هكذا كان التتويج بالضربة الأخيرة في هذه المباراة وسط حضور جماهيري كبير هناك في ملعب سيك في النسخة الرابعة من كاسي العرب لأقل من 17 عاما عبد الكريم صبر الشريف كيف يمثل لك هذا التتويج في البداية حتى أطرح عليك سؤالا آخر مهما أعتقد لا كل حال التتويج هذا هو تمار تعامل طويل والتعب وإن مع الأخير كي تشوف التتويج هذا والفرحة للشعب الجزائري والشبان هادوما باش يكملوا المسيرة تحهم ننسوا التعب لي جوزناه ونقول برافو لي جوار هادوما واللي سطف تكنيك هل كان ضمن مشروع ربما مخطط سابقا بأنه يمكن حظ نتائج على مدار مثلا خمس سنوات عشر سنوات سبع سنوات هل فيهم في أي مدرب أو في طاقم تدريبي أو في مشروع ما يضع هدف محدد بأننا سنصل إلى هذه الفترة أم أن المراكز التكوين دخلت مباشرة مراكز التكوين مباشرة بأن نحضر اللاعبين دون أن نضمن النتائج لا هي ستي طراسي كما نقوله برنامج اللي كنا نخمو فيه باش لحقو فيه اللي من 2019 وين كانت لابروسبيكسيون في كانت 48 ويلة اللي درناها قاع مع الطاقم الفني على رأسه رزقي رمان مدربة على يديسات مورا دي طاهر وحسين عبدالعزيز وانا شخصيا وين قلنا باللي كي درنا لابروسبيكسيون وشفنا قلنا باللي بريمو يا ينفات كين مواهيب كينين في الجزائر ولا بروف من في الصحراء التحت قاع وين لعب أنا طفره ومثال للمجهة الصحراء احنا قلنا باللي ما تسمعوا اللعابين ولا تسمعوا المدربة على الفريق الوطني يقول لك الوبجيكتيف تعنا هو كأس إفريقيا في الجزائر ونروحوا للكأس العالم وهو اللونغاش تعالي اللعابين تعنيك هذا من اللي بدينا في الأكاديمية وحنا هدواء اللونغاش تعنا على بنا بلينا عملوا استمرارية استقرار نتائج طبعا أريد أن أبقى معك قبل أن نذهب إلى مونيونة قاسي بالنسبة لهذا التتويج البعض يرى بأنه النتائج في النهاية هي الأهم لأنك توشتف في دورة احتضرتها الجزائر هل ترى بأنه بالنسبة للمستوى العام للبطولة أثر على مستوى العام بالنسبة للمنتخف أم أنه أي طاقم فني أو أي نسل يكن فيه سيدي بالعام بس مثلا الأكاديمية بارادو يضعون أشياء أخرى بالنسبة للمنتخف وأنه يهمون التتويج على عكس ما يهمون المستوى ربما بشكل عام لا هما كنا نهضروا كتقنيين هما يتماشاوا مع بعض لكن نولوا شوية للور وين المنتخب هذا على رأسه الشيخ رسقي رمان وين لعبوا اليناف في الجزائر وين كانوا يلعبوا كورت قادم ويحطوا الكورة وما كمناش تورنوامل يحكونا كلاسي وكانت انتقادات كبيرة أنا جوبونس لعابين كما هدو ديجا لازم لهم تدخلهم تقافة الفوز بالتيتر هذا نقوله بالكأس العربية والريزولتال لدارهم والنتائج لحققها رح تكون عندهم تيقة يكسبوا تيقة وفي هذا اللاج هذا في هذه المرحلة من السن هدايا تيقة في النفس تلعب دور كبير باش تقدر تخدم غلوب في ارتياحية تختلف طريقة التعامل مثلا مع فئة أقل من 15 عاما فئة أقل من 17 عاما فئة أقل من 20 عاما هل تختلف طريقة التعامل أم أنه ناشئين يبقى شاب شاب مهما كان لأنك تحدثت لي على نقطة مهمة وأنه فئة مثل هذه قلت حسب تصريحك يجب أن نعطيها ثقافة الفوز لم تقل لي مثلا نعطيها طريقة لعب يجب بحساتك الزمن يقول لك متعونة مثلا هالفكر بالنسبة للمدربين هو أنه نبحث على الانتصال لأنه بدينا نروح إلى مرحلة الكبار لا هي طريقة لعب تكون بصح طريقة لعب رح تبده له في التدريب رح ترسخها له رح توريها له مع الوقت يتعود عليها من الفوز اللي نحوص عليه بتعقافة الفوز لكيوتور دو غاني هدية جيم على المقابلات ما إحنا أنا قلت لك وينجزنا في الويناف ما دمناش نتائج الفارق ما كانش نتائج مليحة كان يحوص يلعب ولو كان نكملو ما كانش نتائج رح يفقد التيقة وصورتو فلاشت على الاضوليسونس هذا كما نقولولو إحنا ما ملعابين أم يتغيروا كانت تغيرات بالزافة عند المورفولوجية عقلية دهنية تدخل وين لازم الولد هذا يدخلوا لعب الفوز من طريقة تلعب لازم تكون أنا نقول بلي علش بالك دوك نبدأ ونحكيوا عليها وين كانت الخدمة في الأكاديمية تابعة المدرب تعاليوديسات لكن هذا الشيء حدث تغيير ربما بأنه كان هناك فصل عدم الجمع طبعا مع الاتحادية السابقة عدم الجمع بين الاثنين ستحدثوا حول هذه النقطة مونير من قاسي هل أهمية هذه الدورة تأكدت في الفرحة بالنسبة للجزائريين بشكل عام والحديث عن هذا الشيء لأنه زمان ما كيش الحديث عن فئات القل من 15 وأقل من 17 بهذا الشكل المهم وحضور هذا الجماهيري ويحكيس ربما لا أقول لك ألمني أنه في النهاية كرة قدم رابح وخاسر ولكن مثلا في المغرب هناك ضجة كبيرة على ضيع هذه الدورة وحتى الددخل حتى رئيس الحكومة ليتحدث بشكل اجتماع ظهر رسميا بألم كبير على هذا الشيء هل لهذه الدرجة مهمة جدا هذه الفئة بالنسبة لكرة القدم أم أن أمور تتغير وحتى فيها أمور أخرى بالنسبة نجريك الشطر تاني تعالى الألم بطبيعة الحال قلت لك كل ما هو جزائري أصبح يؤلم كما يقول لك الدفة الأخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بالإنجازات والفوز هذه الفوز هدايا جاهم في الوقت الغير مناسب الناس الأشقاء المغاربة ربما كانوا يميزيوا كثير على هذا اللقب هذا هنا في الجزائر وخلطناهم الحسابات فارق تعنا خلطناهم الحسابات وفاز بهذه الكأس هذه الناس لا تحوس على أي دريعة لكي تخبي هذا الفشل الهدايا يكفينا يكفينا التهنئة الاتحاد العربي للكورت القدم على نجاح هذه الدورة وعلى تقلق تجرات في دورف طيبة ودورف رائعة وهناو المنتخب الجزائري كانوا فيها عقوبات عقوباتها على كل حالة تكون في أي دورة ولا أي كي تكون تجاوزات لكن التجاوزات كانت على أرضية الميدان بين اللاعبين وانتهى الأمر عند اللاعبين علش نحوصون ضدها قضية سياسية وقضية كبيرة وقضية رائعة هذا ما هي إلا لقاء أشقاء على أرضية ميدان لقاء كورت قدم لا أكثر ولا أقل شاهد فوز المنتخب الجزائري وفي سن صغير يعني في سن صغير يجب التعامل مع هذه الأمور بأشياء أخرى حتى ما تكونش ربما فتنة وتأجيج هذا الصراع لأنه في النهاية لا يمكن أن ندخل ربما هذه الرياضة في السياسة بشكل كبير بهذه الطريقة بطبيعة الحال هذو ما هما إلا أشبال حاكم هذو أشبال رغم ملهيقين هذو ما شبان صغار تعلم لهم تعلم لهم كيفس كيفس تكون هذه الكورة هذه تجمع الناس كورت القدم هي عبارة عن ما أحب أن ناس تجمع ما تفرقش كورت القدم رد الفعل الرسمي بالنسبة للجزائر بدون أي رد لم يكن أي رد على كل حال رسميا حول ما حدث أو ربما تأجيج الوضع أو أي شيء يعطي شيء آخر إيجابي بالنسبة للتفكير الرياضي أو التفكير الدبلوماسي الجزائري في رأيك أنا أعرف حاجة الدبلوماسية الجزائرية لا ترد على التفهد هذا الأمر أعتبرته أمر جانبي أمر تافه هو أمر تافه خاصة كورت القدم لا أكثر ولا أقل صحيح لو فاز المنتخب المغربي يقول لك ربحنا جزائر في الجزائر وقهرناهم نشوف بركسي لقجع نهار لقاء تايفان قال لك كنا قادرين ربحوا بخمسة وستة أهداف لقاء تقريبا شكلي هو كبر وضخم كنا قادرين نربحوا على الجزائر بنتيجة عريضة فما بلوك لك أن نربحوك في هذه الدورة هذه الناس لم تجرأتش هذه الخسارة هي نورمال ما هو واحد يكون رياضي يعترف باللي الحق يكفيك فخرا أنك الحق للنهائي ما هذا سيعطي هذا الانتصار أو هذا التتويج بالنسبة لمنتخب أولا 17 عاما وبالنسبة لفكر مسؤولين بشكل عام وبالنسبة لأنه آتي إلى المكتب الفيدرال وما خلوص عنه من نتائج قال لك يجب الاهتمام بهذه الفئة وعطاها أكثر أهمية لأنه بطولة تجرى في هذا السن في الجزائر يجب اهتمام بالأكاديميات وما شابه هل تغيير فكرة المسؤولين في الجزائر لأنه زمان كنا لا نهتم كثيرا بهذه الفئة بشكل عام فئة أقل من 15 ونسبة 18 يقولك دائما الجزائر المهم نهتم بالفريق الأول بالمتخب الأول لا تغيير تغيير جدري نقولها بكل سرعة لأنه منذ سنوات كان تفكير غير لا لا مش مدساوة منذ عشرات السنين نحن ما عندناش ثقافة وما عندناش تقاليف في الفئات الشبانية مش فيناش فريق الأشبال والأواسط والأصغر ربحنا كأسفريقيا ولا ربحنا بطولة عربية ولا ربحنا حتى دورات كبيرة مش فيناش ما عندناش ثقافة في هذه الفئات الشبانية لكن نشوفه في العوام الآخرين تغيير تفكير تغيير تمنظومة بصفة عامة تغيير تمنظومة أنا نظن هذا التتويج هذا جا في وقته جا في وقته كان الجزائر كان ينقصها تتويج هذا التتويج نعتبره نحن تتويج بالنسبة لنا تتويجها مهم جدا خاصة في هذا الأطلانج دازها نعم سأتحدث حول أهمية أو ربما ارتدادات هذا الانتصار هل هذه الفئة بشكل عام مظلومة مثلا مدربها مظلومين أم أنه الآن تغير الشي فكر لكثير من الناس قبل فترة استضفتك طبعا قبل فترة قبل سنواتنا أو أكثر أو سنة أو سنتين لا أدري بالضبط التاريخ كان الاهتمام يقول لك مستحيل تنجح الأكاديميات مستحيل يجي منها الآن أرى مباشرة أكاديمية سيدي بالعباس لعبين كثير أكاديمية بارادو لعبين كثير كونا منتخب فزنا بهذه الدورة ما الذي تغير دهنيات أنا باش نحبسه عند رئيس الفيديراليا سيد زفزف وين مور الانتخاب بتاعه كان ديك لارب اللي هو وره مع الأكاديميات وتدعيم الأكاديميات كي يكون واحد يعرف كورت قادم ويآمن بمشروع ينجح المشروع كي الناس وين كانت تدير مشروع مش يمأمن به مع أنتها مش حتدعمه رح تخليه ويسقط الحمد لله في السنوات الأخيرة وين كانت الأكاديمية تعمل خميس مليانة وكانت الأكاديمية سيدة بالعباس ونقول إن شاء الله يكونوا أكاديميات واحد أخرين مع رئيس الاتحادية اللي قال بللي لازم يكون ولازم يدعم هذا شي أنا جو بونس كل أنا لي أنا كتقني مدابية في كل ولاية في الجزائر تكون أكاديمية هو الحل للكورة الجزائرية بس كما قال لك هو قال لك عشرات سنين وش كان يحكي؟ عشرات سنين وإحنا نسلناه في الفيرق يخدمون يوجدوا لعابين ويخدموا لعابين ويقدروا نكونوا في الفريق الوطني بالنسبة للمنتخب هل دور الأندية من المفروض تكوين لعبي لتعطيهم المنتخب بدون حاجة اتحادية مثلاً أن تضع أكاديميات أم أنه مهم جداً أنه الاتحادية تضع أكاديميات لأنه تجه منتخباً قوياً منتخبات قوية يلو كان الفيرق عندهم ديزا أكاديمي ويخدموا راح يكون لعابين كثار حيكون عندك الأشواء عند تقدر الأشواء تعاك يكون موسع ذوك الفيرق مدارج اتحادية بدأت تدير الأكاديميات والتيما ارتحارهم بينين إحنا مدابين مملكاً يكون الفيرق عندهم أكاديميات والاتحادية عندها سيتم بلوس لماذا كانت تزعج هذه الأكاديميات بعض الناس؟ ما الذي كان يزعجهم مثلاً في هذه الأكاديميات لا يجب أن ننشئها لا يمكن أن تقدم هذه النتائج ما الذي كان يزعج؟ دوك نقول لك حاكم أخذرتك عن الدهنيات والدهنيات داخل فيها لعاب وكان يكونوا أكاديميات راح يكونوا لعابين بزاف ليكونوا يلعبون سينور في الفيرق ولو صالة راح يتبدل والناس ما تساعدهاش كي الناس راه في فيرق رأيس في فيرق يحوسوا غير على اللعاب ويقولوا واجد بمبالغ مالية صحيح على راح يكونوا لعابين هدو ما وتكون أكاديميات بزاف راح يكونوا بزاف لعابين اللي يكونوا في الفيرق وكل شي يتبدل صحيح قلت أنا الحمد لله لأشاك فورده يتمشي ونطيحه في رئيس في ديراليا ليهذر على الأكاديميات هدو أنا شخصياً مر الانتخاب بتاعه وقال بلي أنا نظني مع الأكاديميات وندعم الأكاديميات تفهم بلي الإنسان هذا على باله كورت القادم المراهي وين لازم تلحد سعر الكريم صبر الشريف ماذا وضحته في الأكاديميات لمن لا يعرف كيف أنتجنا هؤلاء اللاعبين أو خرجنا هذو اللاعبين أو صنعنا هؤلاء اللاعبين كيف وصلنا إلى هذا الشكل ثم بعد ذلك أتحدث عن ارتدادات ما بعد هذا النجاح كيف اشتغلتم أكاديمية جبتم اللاعبين من كل ملاطق جبتهم كيف حضرتهم حتى الناس يتفاجأت تقول لك مسلم أنتوف أوه لح ممتاز رائع وما شابه أفضل لعب في هذه الدورة أخذيتك مثال فقط لأنه فيه كثير من اللاعبين المميزين كيف هي العامل انتقاء بدأ في 2019 وين قلت لك كنا الأصطاف اللي ذكرته كان حسين عبد العزيز مورا ديت طهر شيخ رسكيرمان كمدرب رئيسي بدنا نخدمه معه باش ما ننسى وشو كل واحدنا طولوا حقوق المدارأ الولائيين الديركتور تيكنيك ولاياء ريجونال عاونونا بزاف وين كنا نورغانيزيوا دي بلاطو كنا الشاك ويكند نروحوا نشوفوا العابين وشنو ما حبيناش احنا خرجنا شوية من العادة يديروا أم بلاطو يجيبوا ليجور عملية انتقاء عشوائية كانت سيسا برشريت مشي كانت عشوائية احنا شفنا باللي في مدة عشر سنين ولا عشرين سنة كانت دايما طريقة يجمعوا لعابين يديروا دي بلاطو انت تجي تشوف في الولاية ريجونال زونال انت تجي تشوف في الناصيونال يكونوا خيروهم قاع قالوا احنا بدنا طريقة وين كان مع المدير التقني السابق ودنيا قلنا نروحوا نشوفوا احنا من الولاية ونجوا طالعين الريجونال ونجوا طالعين وما ديروناش بلاطو خليهم يلعبوا في الفارق تاحهم خليفوا تجيبوا البلاطو ما يتفهمش مع العابين يجوز لكاكوتي قلنا لهم بروغرام يقولنا ديماش دو شمبيونات عليجان في يومين طرواكات ماتش في نجورني طرواكات ماتش في نجورني يشوفوا في الفارق تاعهم من ثم نخرجون الليست مع المدير التقني ريجونال وين هم تاني يديروا الليست ونجوزوا ايطاب بار ايطاب حتى لحقنا للزونا في الزونا كان شوية جات الكوفيد والدنيا هي سيتي بريفو كونو ديزيطاب بتاع الزونا وين باش كين نلحقوا باش نخيروا المجموعة اللي تدخل ماناش نقولوا تكونها 100% ما تخلطش فيها من نقص كناش فينا 6400 لعاب عبر طراب الوطن 6000 في فترة كم سيسابر شريف؟ من 2019 حتى 2020 ممتاز كل ويكاند كنا نروح نتنقلو نشوفو ويكاند الجاي في مناطق كثيرة كانت لذلك خرجنا من الصحراء من كل مناطق غالب الشرق رحنا للشرق رحنا على حساب بوسكين تسعة مدارة ريجيون نعم نفي ديريكتور ريجيونو ويني اخترى في قسمتين نديروها مدارة جهوية اخترى نديروها في عنابة اخترى في باتنا في الصحراء درناها في بشار وين لحقوا صحاب درنا في ورق رحنا بارتو ممتاز ما عرفوا بأنه كانت هناك نقطة مهمة بأنكم كنتم تجمعون كمنصب في المنتخب وأيضا للأكاديميات ولكن تم إلغاء هذا الشيء رغم أنكم كنتم ما عرفوه للسعادين كنت تستحل لهذا المعلومة أو تؤكدها بأنه كنتم تعملون مجانا بهذا الشيء وأنكم تشتغلون بين اثنين لذيك تفيد ما دور هذا الشيء وأنك تشتغل على اثنين هي كي خلصنا البروسبيكشون من الستلاف وشيء الحقنا الـ 800 و700 و250 المرة الأولاد دخلنا 63 لعب الأكاديمية باش يكون انسطاف احنا كنا في الاسطاف تعلق ايو ديسات مع رسقي رمان كنا في الاسطاف هاداك او بيكون بروبوزيشون تعلق ديتيان وين قلنا احنا نكون قلنا احنا مدابينا نكونوا في الأكاديمية اللي لطرونج ضاج تعلق عمر تحها تتوافق مع الفريق الوطني باش نخدموا ما نقعدوش نديروا الديسطاج لو كان قعدنا نديروا الديسطاج اختراف شهر ندير خمسي متاع السطاج احنا نشفناها غير كافي قلنا احنا احنا نكونوا في بالعباس باش نخدموا طولة السنة حصاتين في اليوم ورانا غير لسيون تسمى دايما مع اللعب وليسطاج في شهر أنا نخدم معه شهر شهر في شهر نخدموا ما نحبسوش ما مكننا لي ويكانت بالك نريحو نريحو نجرني ولا دجرني تحكونا نخدموا قلنا باش نربحوا الوقت وما نقعدوش مربوطين بأنستاش تح خمسيان بس كي في عشر شهور في عشر شهور ولا تديروا في خمسيان ما رحطح لك قيس شهر تحكونا في عشر شهور هلو كي نقدموا تباهي ثقة في هذه المجموعة قادرين خرجوا ما بعد هذه الدورة البعض يتخوف بأنها تكون دورة وانتهت ثم تأتي بطولة إفريقيا لهذه الفئة فزنا بها دورة وانتهت يعني تكون مرحلة مرحلية فقط منها إسباب هذه الفرحة ولا يكون اهتمام ربما مستمر هذا ما حدث على مدار السنوات الكثيرة التي مرت على كرة القدم الجزائرية كنا نقول نتوسل أن يكون لدينا ظهر أيمن حتى لعبنا مطمور ولعبنا كثير من اللاعبين ما الذي يجب ليكون استمرارية ما الذي يجب يجب الاستفادة من أخطاء اللي وقعنا فيها في السابق كنا في كل مرة تكون عندنا فارق ولا تكون عندنا شوية نتائج من بعد ونبون دون هذه الليدي هذه ونبون دون هذه الدراري هذه لذلك مدام كان لفات موجودة وسمعنا الشيخ عبد الكريم بالإستراتيجية الجديدة وبالإحصائيات وبالأرقام نظن نحن الوقت بس نعطوا هذه الفئات هذه الفئات الشبانية نعطوا لها حقها ولازم الاهتمام الكبير يكون منصب في هذه الفئات لأننا شخصيا نشوف هذه الأكاديميات في نالمو جاءت كما يقول لك نعمة على الكرة الجزائرية والدليل على ذلك وشاء الله نشوفه مادام عندنا مسلم أناطوف وعدنا الحارس مطياس حماش نشوف باللي كان عشرات من هذه الأمثلة لازم برك نهتموا بهذه الناس ماشي اليوم توجنا وغدوا نساو هذه الفئة ومعد عامين نزيدوا بالك نحقوا نتائج نعودوا لا لازم تكون استمرارية صحيح لازم نتعلموا هذه الاستمرارية نعودوا نردوها الكرة الجزائرية بها يكونوا نتائج عبد الكريم صبر الشريف ماذا تحتاج هذه الفئة هذه في البداية وماذا تحتاج الأكاديمية بشكل عام حتى نستمر في هذا النجاح سوف نكمل برك على السؤال لأخي نعم تفضل قلنا كان نكونوا نتائج وماذا ما كاش تحيح على دوكان هذه الفئة ما كاش الأكاديمية كي خلصوا يروحوا الفرق تحم أنا قد نقول لك سؤالي نعم لها صحيح كاش اللي تتباحهم مع انت يابالوس ويفي تحدي جوار ووش نديرو نقعدوا كي تكون قريب تدهورة شهر قبل وللشهر ونص نبدأوا نعودوا نزقوا لهم بصح ست شهور لأسباع شهور من اللي طلقناهم ما اللي طلقناهم ما اللي بنا شوش كانوا يديرو وكي تتبعتوا وليتتبع غلاليست قال هذا كان هذا كان عود جيبو وين كان بصح في ستة أشهور صحيح بصح دوك هادوما دوك هم بلك دو أسبوع راحة ولا بلك الأسبوع الجاي يكونوا في الأكاديمية يقعدوا ديمان يقعدوا ديمان يكملوا العمل تحهم ما من بلك نقول لك كين لعاب والأزوج اللي ما هوش في الأكاديمية أو في فارق رح يدخل نعم وكنترار ما من لصطاف تيكنيك أشك فوان قول هنا يا كانت عندها دي بروبوزيسيون ما من يكون جوار في فارق وينخليه بس كت على سبيل المثال وانا نسحقوه في الفارق الوطني المولودية تعطيهولي يدخل الأكاديمية فسك الفارق الوطني يسحقوه ما يقعدش ينطريني تلك الخطرات في السمانة يقول لي ينطريني كين مسحابو باش يكون دو مام نيفو دو مام ريتم دو ترفضي الآن مونير طبعا هذه الفئة تبقى مستمرة ولدينا تحدي بالنسبة لبطولة أمام أفريقية المقبلة هل يجب يكون مشروعا آخر مغيرا باستراتيجية أخرى لأنه نحن نتحدث ربما عن مديرية فنية سابقا كانت ربما يجب أن تكون أكثر تنظيما على الأقل الحالية المؤقتة مع قريشي ربما يكون فيه تنظيم أكثر كيف يمكن تنظيم الأمور بشكل أكبر وهل يجب أيضا أن نحرس على أو نضع قوانين أخرى على هذه الأندية بأن تجبرهم لإشراك لعبين في أقل من 19 وأقل من 20 إجبالية لأنه وضعنا هذا القانون ولا نادي يشرك لعبين شباب في تحدي صارخ بالنسبة لهذه القوانين شوف ما دم كان إرادة من عند رئيس الفيدرالية الجديد قال لك أنا نحن نعطي أهمية كبيرة لهذه الأكاديميات وأهمية كبيرة للفئة الشبانية دمك كان قوانين دمك ولا الفيدرالية الجزائرية دير قوانين والفرق تباحها الله يبارك لكن ولا فيدرالية دير قوانين والفرق كل وفو الفارق يدير واشي يحب هذه ما كش منها لازم نغيره نغيره الدهنيات تغير منظومة 180 درجة لازم تتبدل ولا مشي الفرق لي يحكموا كان في ديرالي هلي تشابو تقاعد الناس هدومة لازم ندخلوا في هذه المنظومة ولا أنا حبيين كورة القادمة الجزائرية تطور ونعطوا أهمية كبيرة لهذه الدرالي هدومة والهذه الفئة الشبانية بس يديفلوبا ويتطوروا ويحقون نتائج كما رأيناها الله يبارك مشي كل واحد يحوس على صلاحه وكل فارق يشوف مصلحته مصلحته الشخصية برك لا لازم نغيره 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 الدهنية تحكم مدام كاين الإرادة موجودة نظن نظن الفئة الشبانية ستكون عند حياطة أهمية كبيرة النقطة مهمة ربما سابر الشريف يتحدثون عبد الكريم سابر الشريف يتحدثون عن نقطة مهمة هو أن تنظيميا ربما هؤلاء اللعبين عندكم أحيانا بالنسبة لنقطة أخرى بالنسبة اللعبين للشباب اللي يلعبوا فيها في كثير من الأندية في الجزائر لا يتم توظيفهم ربما لما يوصل في سن 19 أنا بعيدا عن فئة أقل من 17 لما يوصل 19 وما شابه الناس تركز على اللعبين يقول لك أنا نجيب منه 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 ثم بعد ذلك يالله لا استفمار في هؤلاء شبائل ولا شي كيف يمكن توظيفهم هل يجب أن نجبر هؤلاء 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 ويخموا في شباب هادوما بس كيف نبدونا هضروع الفرق اللي عندنا قا عندهم تاريخ يتحضر معاه يقول لك أنا 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 بالصحة شاكفوا نشوفوا هنريك ليتمندو جوار تحق 15 14 اللعب وهو كانوا عنده شبان وشاكفوا شاكفوا نشوفوا شبان يلعبوا يبينوا ويتبتوا باللي قادرين يلعبوا تقول لما تبتلتش الدهنيات لازم الاتحاديات تفرض قانون وين هات شبان لازم يشاركوا وتطبقوا لازم تطبقوا بس كما زال نقعدون نلعبوا باللعابين تاعة 30 سنة و34 سنة و32 سنة والشاب هداك كنا حيله ثلاث سنين ولا أربع سنين أنا عندي شاب يقدر يلعب 19 سنة ولا يلعب 18 سنة في الأكابر يلعب ماش قضية عمر هي قضية إمكانيات صحيح مونير هل تكذ نحن بشكل عام وأنه لا يمكن أن نشرك أي لاعب يكون في عمره 18 أو 19 مع الأكابر حتى ولو كان موهبة نادرا ما نرى هذا الشيء نادرا جدا لماذا نرىه في أغربا مثلا لا نرىه في الجزائر لماذا هذا الشيء كنت مد ميتال على برشلونة اللي رأوا يلعب في غافي ويلعب في انسوفاتي ويلعب في بيدري 18 17 سنة 19 سنة يضحكوا عليك الناس يقول لك تشبه أنت البرصة والرياض تشبههم بوطولة جاي نشبههم علش ما نشبههم أنا أتكلموا على نفس الرياضة كنت أتكلموا على كونت القادم صحيح لكن نحن رؤساء بتاعنا يحبوا النتائج الفورية يحب أن يجيب لاعب كما قال لك عبد الكريم يجيب لاعب جاهز يحوص غير على الأدوار الأولى يحوص على البتيت يحوص على البوديوم يحوص على المنتيا يحوص على النتائج الفورية لا يهمه على الإطلاق يشراك تفل 19 أو 18 سنة يخليه حتى يكبر حتى يقوله 25 أو 26 سنة وبعد يحوص يشريه بدون مليا يجيب ورقة تسريح تعب مليار و 500 فكي يكون 17 أو 18 ما يشوي فيه يحوص هو يحب يجيبه كي يقوله يجيب مليا ثلاث مليا لكي يعود يشريه كي 25 أو 26 سنة يلعبه هنا في الدينيات تعروا أرساء الأندية ليس يعطوه أهمية لها الدرارة يحوص غير نتائج فورية تعثريقه وبس هذا وشي حوص تحدث جمال بالماضي حول في تهناء توريا المنتخب حول أهمية الاستثمار في هذه الفئة ولحن نتحدث على هذا الآن بدون طبعا بدون ربما ما يقال طبعا يتحدث على اعتبارهم محاربين والعمل اللي تقوم به بالنسبة للأكاديمية تحدث على افتتاح هذه الأكاديمية سيدي بالعباس إذا كانت طبعا مع زمالية يعطيوني الفترة اللي كانت لما افتحتنا طبعا شكرا بالنسبة هذه تانية جمال بالماضي افتتاح بالنسبة للأكاديميات كانت قبل فترة من الآن وكان البعض ربما يقول بأنه لا يمكن أن تنجح لو نعود بك بصور إلى الذاكرة بما سبق مع الزمالية طبعا يعطيوني الصور لفترة لإنشاء هذه الأكاديميات كان الأمل بأنه يمكن إخراج الكثير من اللاعبين هناك طاقم نحن كنا مأمنين بها مأمنين بها بسك وشفنا البروسبيكسيون في الانتقاء والمواهب اللي كان في الجزائر والمواهب اللي كانين في الجزائر كنا مأمنين بل الأكاديمية هذه والأكاديميات واحدة أخرى راح يخرجوننا لعابين يخرجوننا لعابين دون مستوى هي المحتوى يكون عمل كما قولوا سير دون بومباز هذا كوالصح صحيح لا بات في تزير كائنا لعابين كائنين 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 أنا نقول لك لو كنا نشوف وشفنا من الله غالب كانت أكاديمية وحدة كان لازم بتدخل ستين واحد ما تقدرش تدخل لو كان كانوا بل أكتلت أكاديميات كنا نقدروا ندخلوا واحدة الميتين ستين 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 ولا بس كائن لعابين طبعا الآن بالتفكير هذا هو أنه استمرارية هذا العمل القاعد العمل القاعد بالنسبة للمنتقى فئات أقل من 17 يتم الحديث على أقل فئات أخرى ربما يمكن أن تعطي دفعا قويا أو الهاما بالنسبة للشباب الآخرين بأنه يمكن يتغير حالهم مقارنة بالفترات السابقة ولماذا مثلا التركيز فقط أي لعب شاب يقول لك نقدر نكون في بلعب مع أكاديمية سيدي بالعباس أو أكاديمية باردو فقط هل هذا بأنه الأندية الأخرى محبطة لا يمكن الآن تعطي لا في الضرف في الضرف الحالي والضرف الرئيس نشوفه ما كازش في رقا يتمد كما بكري كما كنا نشوفه جمعية وهاران تحاد الحراش نصر حوسين داي وفاق القل وفاق استهدومة ما أدركها ما كاز ذلك كين باردو كين أكاديمية سيدي بالعباس ولا خمس مليان هدا وشون نشوفه حد يدو كلها حلم بكري حلم أي أي طفل صغير يلعب في مولودية الجزائر ولا شباب الوزدار ولا شباب القابائل وفاق استهدومة ذلك حلم أي طفل يلعب في نادي باردو هذه حقيقة ما شحنا نقولها لهذا الفريق هذا ولا هذا الأكاديمية ولا تعطي شغل طموح لهذا الطفل الهدايا ولا يحلم يلعب في هذا الفريق أكيد هو يشوف روحوا منه على خمس سنين سنين أو يلعب على الأقل في القسم الوطني الأول لهنا ولا يرح يحترف لكن هذا ما نشوفه في الفريق لما يتمد حتى أهمية للفئات شباني ونشوف معاناة أبدأ بالمولودية ولا شباب القبائل ولا شباب الوزداد بدل ولا نادي في الجزائر يفكر ربما إلا في فترة الأخيرة أصبحت تذكير ربما متغير نسبيا ولا نادي في الجزائر يفكر بإنشاء مركز تاكوين سابقا تحدث رغم أنه ميزانية الكثير من النوادي هنا في الجزائر شباب المزداد أو المولودية أو أنديا أخرى تفوق 130 مليار مثلا سابقا حاليا في الفترة الأخيرة فقط بدأ مركز تاكوين تبنى بالفترة الأخيرة مؤخرا شوف الفئات الشبانية كما يقول لك يدير نيسوسي آخر اهتمام رؤساء الأندية لأنهم يخموا في النتائج الفورية يخموا في اللاعبين على الملاير يخموا في اللاعبين اللي تنكلهم ريسانهم بكاش لاقبوا للمركز تاني ولا كأس الجمهورية ولا لكن التكوين أنا بلاك استغفر الله يا ربي من اللي بديت هذا المجال وأنا أسمع في التكوين تركيز على التكوين ومراكز التكوين 30 سنة القدام أنا شفنا حتى فارق عندهم مركز تكوين 2022 ولا فارق كل المراكز تاهم رهم وشون تيقع مولود الجزائر شباب الوزداد الدولة الجزائرية عندها دي سنتر مغلوقين تابعين لو كانت كون عندك نية تقدر ديني وستعمل السنتر اللي راه مغلوق الدولة تستفاد والفارق يستفاد ويكونوا لعابين يتكونوا حتى يوجد السنتر تاعةك ما لازمش ما لازمش أنا نشفى جا واحد الوقت باش ما نجبدوش للأسم أنا المون باش يبدأ يخدم باش يوجدوا له لسنتر دي فورماسيون نعم سعودوا إليك طبعا صوت الحق كنادي لأذان صلة المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمة وقربها من مدون أهلا بكم مشاهدي الأفاضل أنتم تتابعون برنامج تساؤلات في العودة لتتويج منتخب أقل من 17 عاما بكاسي العرب بعد الفورس المباراة الختمية على المنتخب المغربي وتحدثنا إذن على الكثير من الأمور أو الأسباب نجاح هذا المنتخب نجاح الأكاديميات أيضا أكاديميات كانوا حاربوها سابقا الآن كنا نتحدث على هذه الأكاديميات بين أكاديمية سيدي بالعباس أو أكاديمية باردو مثلا مع عبد الكريم سابر الشريف مدربي أكاديمية سيدي بالعباس مساء الخير مجددا ومونير بن قاسي مساء الخير زمينة الإعلامي طبعا بالعودة ربما إلى هذا المنتخب منتخب أقل من 17 عاما التركيز ربما على بعض الأسماء ظهور بعض الأسماء يعطي أمل كبير بالنسبة للفئات الأخرى لفئات أخرى أقل ربما في سنوات أخرى مختلفة يعطيهم أمل كبير بأنه فيه إمكانية بروز لعبين آخرين لأنه زماني كنا نقوله فقط لأنه كان التركيز على ربما نوادي من خارج الجزائر في أوروبا مثلا نجيبوا لعبين الآن بظهور هذا الاسم والتشجيع الكبير من الجماهير من اكتشاف بعض الأسماء خلت على أنه أمل كبير بالنسبة للشباب يسير أمام نقول فارق تعاليديسات وين صحافة سلطت عليها الأضواء وشعب الجزائري يتبع المقابلة تعو يمد آمل للشبان وحد أخرين في نفس طنوش ضاج تحهم تعالي عمر أولى اللي تحتهم بس كمام الاتحادية والمديرية الفنية بدأوا يخمو باش يبدأوا انتقاد تعالعابين تعالفين وثمانية معانتها أمام المديرية الفنية راه بدأت تحوس عليه دوميل ويت دوك يبدأوا الانتقاد مع الموضة مع الديركتور تيكنيك ريجيونو معانتها راح يكون تسلسل استمرارية استمرارية في هذا الباب وين إن شاء الله مورها دي بلك تكون أقاديمية وحد أخرى تعالي دوميل ويت وبلك مورها لدوميلنا في دوميل ديس إن شاء الله بسك علاش نعودون ونقولون كيكونوا عندنا ناس اللي يعرفوا كورت قدم بسك أنا دفوا كي دخلت الاتحادية وين نشوف بلي عندنا ستاولة سبعة لزنسيلكتور معانتها الله يبارك ما شاء الله يعرفوا كورت قدم لكولي حنحييهم قال لزنسيلكتور كافوا لفيفا وين أنا قريت عندهم ما شاء الله كان قدورات الإطار الجزائري عنده قدورات يقدر يدير بزاف حوايج إن شاء الله تبدل التهنيات مع رئيس الاتحادية اللي تاني عرف كورت قدم وقال لك الأكاديميات وصلة تدعو على الأكاديميات وفيها تدعيم أنا جوبونس ما من الإطارات تاوعنا رح يكونوا في المستوى إن شاء الله عبد الكريم سابر الشريف ما الذي يلزم لإنشاء أكاديمية بالمستوى العالي مثلا أكاديمية سيدي بالعباس أذكر مع الزمانة سيعطينا الفترة التي تم إنشاؤها مع خيردين زردشي طبعا في تلك الفترة كان الكثير ربما ينتقد هذه المرحلة هكذا كانت ماذا تذكرك هذه الصور كانت البداية لإنطلاقها لمشروع أكاديمية في سيدي بالعباس الآن هل الناس تتحدث على هكذا كانت مونير أيضا بإمكاني كانت تتابع كانت في طورة الإنجاز ماذا يلزمنا هل يلزمنا إمكانيات كبيرة حتى تكون عندنا أكاديمية هكذا يخرجوا أولادنا ويخرجونا لعبين ونفرحوا في هذه بطولة العرب وربما بطولة إفريقيا شوف حكيم ما نقول هذه الأكاديمية تأسيدي بالعباس نعم الدولة عندها بزف مراكز كما هادو ولكن مهملة أنا أعرفها بأنها مهملة وانا لأني ما أفهمها هي هي دي جهنا مورسونتر هذا كان أوتيل كان غير سلك بينهم تعلق الفرق الوطنية ما أنت هتقدر أنا بلي بالإتحادية على دراية بشي هدايا وينتقدر تستعمل هاد السنتر مع المينيستر بس كيتشوف أنت هدوك الوزيرة ويدعم في هاد شي ورئيسي الإتحادية عنده نية وعنده رغبة باش يطلع وينمي الكرة وعند الشبان جو بونس أنا حاجة سهلة هالسنتر لي فيه كل شي بالمناسبة نشكر قاع عمال عمال مركزات الوطني السنتر ريجونال تحسيدي بالعباس وينسهلونا بزاف بون لديبي كان شوية صعيب مع الأدابتاشون وبعد لقينا الحمد لله سهلونا قاع الأمور أنا كنقول على جوار تحسي أكاديمية مع أنتها الجوار رح يخدم رح يخدم تحسي أكاديمية تحسي أكاديمية ويتعلم الوقت اللي يربط فيه والمكلة اللي يربط كلها وكل حاجة في وقتها مام الهدرة نهار يجي يهدر مع صحفي أنا جو بونس أنا شفت اللي ميسيون تعفلو البارح لعبين عندهم فصحة في الكلام يعرف كيف يهدر مع صحفي يعرف كيف يكون في المكلة نحن نقوله دائما نحوصو نخرجو الراجل المستقبل وهذا بالراجل المستقبل هذا من في في تكنيك أو الفيزيك رح يخدم يعني تحر عمل شامل لإنسان صناعة الإنسان صحح علش قلت أنا يا بلك في الفرق أنا جو فنس ليزا أكاديمية هو الحل علش هو الحل بسك في الفرق رح ينطريني تروف الحجم الساعي الوقت تعال لنطرين أم ينطريني وساعة ونص تختلف أسبوع صح في أكاديمية عنده زد سواع صباح زد سواع العشية كل أسبوع حجم ساعي بزاف بعيد على الفرق بزاف مونيد كيف يمكن أن نستثمر في هؤلاء الشباب أو في الشباب اللي جايين أيضا كيف يمكن أن نستثمر فيهم في ظل ربما كاين بعض التغيير في فكر عدد من المسؤولين في مقابل ربما بعض الناس اللي تريد إحباط هذه المجهودة وهذا العمل كيف يمكن أن نستثمر في هؤلاء الشباب لأنه حتى ما نكون بعد شهر أو شهور نقول باللي كانت ذكرى فزنا بكاس العرب وفزنا بكاس إمام أفريقيا إذا جاءت طبعا بالنسبة لهذه فإذا كانت في الجزائر كيف يمكن الاستثمار فيهم في ظل هذا وهذا إلا مدام قتلك حان الوقت ليرد الاعتبار لهذه الفئات شبانية بصفة عامة بالمنتخب الوطن الذي أقل من 17 سنة ومنتخب أقل من 20 سنة كذلك كيف نردهم الاعتبار بالاعتناء بهم نعطيهم أهمية كبيرة كما رأنا نمد للفريق الأول لازم كذلك هذه الفئات الشبانية لازم تحضر باعتناء تعرئيس الفيدرالية حان الوقت بس القرارات تولي تتجسد على أرض الواقع ماشي نبقى وغير نريح وغير في الصريحات الجميلة وصريحات التي تردي للجميع لا لازم القرارات التي تتخذها المكتب الفيدرالي ورئيس الفيدرالية تنطبق على أرض الواقع يجب الاهتمام نعطيه أهمية كبيرة على هذه الفئة اللي راح تكون هي مستقبل المنتخب الوطني رأنا نشوفوا اللعبين هدوما اللي رام جايين نشوفوا رهابا سبعين نشوفوا رهاح الطال أبو داوي جاءوا من هذه الأكاديميات من هذه المدارس هدوما لما لا يكون عدنا بو داوي وحد آخر وعطال وحد آخر وبن سبعيني وحد آخر أو عدنا مسلم أنا طوف وعدنا الحارس حماش اللي حقيقة أنا أنا شخصيا تبهرت به القدرات اللي عندهم إضافة اللعبين الآخرين علش ميكونوش عدنا اللعبين هدوما لكن لازم تكون إرادة واضحة لازم تكون نية واضحة توجه لهذا ماشي غير يدو 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 لقب نصلطوا الأدواء ونجيبوا القنوات التليفزيونية ونجيبوا من بعد أسمان أو أشهر من بعد هذه اللعبين وهذه الفئة هذه تنضطروا من شن تكلموا عليها حتى عشر سنين ولا يجب أن تأخذ بعين اعتبار هذه النتيجة أنا شوفها نتيجة كبيرة أول لقب حتى حرزنا عليه في الفئة الشبانية ربما هذا هو أول لقب حرزنا عليه لماذا لا يكون هذا بوابا إن شاء الله أنا عندنا في شهر أفريل القادم عندنا كأس أمم إفريقيا هنا في الجزائر لماذا لا نزيد نزيد دعموا هذا الفارق هذا وتكون مشالكة جزائرية مشي باش نشاركوا برك على بأن باللي كان باللي بطولة إفريقيا ميش كأس العرب راح تكون مستوى عالي جدا لماذا لا إن شاء الله هذا الفارق هذا يحقق إنجاز آخر باش نروحوا به المونديل وليما لا نعم نقطة أخرى عبد الكريم صبر الشريف هل يجب أن نسع لتحويل لعبين هؤلاء الشباب أقل من 17 أو فئات أخرى الشبابية يجب أن نسع لتحويلهم في أندية أوروبية مثلا للاستفادة بهم في المنتخب أم أنه في فكركم آخر بأنه نشتغل معهم إلى سن معين إذا جاء احتراف جاء وإذا مجاش مجاش هي لازم تكمل 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 تجال الأولى نعم تشتغل معهم حتى تكمل 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 تكونوا دي بروبوزيسيون اللعابين هادوما أنا جو بونس يقدر يزيد يكمل لفورماشيون بصحة لازم تكون بريموا يونيكيب لقد أنا بوسك أنا بورموا قيمة كبيرة هادلعابين هذا مكسب كبير أنت هتكون يكونوا فرق وين ماشي نحوصو نروح جوار أمر دراهم ولا أمر بزناز وين لازم يزيد يكمل أنا بورموا هذا الفارق مكسب كبير زائريين وبوابة كما قال معنا نأكد ونزيد نأكد أنا على بالي بلي الناس أي على بالها وش راها تدير وعلى بالهم بلي لازم لفورماشيون تعنسة يتكمل وعلى بالهم كيفاش يكونوا أنا على بالي بلي كينا دهنية وكينا إرادة وكينا نية من الرئيس الاتحادية ولا ديركسون تيكنيك ولا المدر بتاع الفارق الوطني والإصطاف اللي راه معه إن شاء الله بربي إن شاء الله يكملوا أوروبا ميحووش على لعبتها فهنت بكلامة أنه يجب الاستمرار في التكوين معهم أم أنه لا تحبث أن يخرجوا في هذا السل لأوروبا طموح كل اللاعبين هنا لما تلقيت معهم هؤلاء الشباب يرغبون في أن يكون من سبعيني آخر وعطال آخر ولعبين آخر وبدوي آخر وزرقان وقادري وكثير من اللاعبين هذا هو طموحهم هل يجب أن يخرج لكي يستفيد منهم المنتخب لأنه بطولتك لا تنتج لا تعطيك لا تحمس لا تحبب قلت أنا جو بونس يقدروا لعابين هادوما رهم أقل من 17 سنة يزيد لهم عامين دو فورمانسيو هنا 19 سنة نحن نكمل لك نحن نقول لك بالفرق في أوروبا ميش هتحوس على لعاب تحت 25 سنة هتحوس على لعاب تحت 19 سنة هادو مننا على عامين يكون عندهم 19 سنة جميل دعني أتنقل إلى موضوع آخر مونير بمقابل هذه الإيجابية التي نتحدث عنها بالنسبة لمنتخب أقل من 17 عاما والنجاح الكبير بالنسبة لهؤلاء الشباب نحن بطولتنا بطولة مجنونة كئيبة فيها الكثير من الأمور بطولة انطلقت بنوادي تقيل ويستقيل ولا كثير من المدربين مدرب ملودية الجزائر يستقيل ملودية الجزائر تصرف أكثر من تقريبا ما أعلمه بأنه الكثير من المال بالنسبة لهذا النادي الكثير من الملايير في يومين فقط تصرف 11 مليار من خسارة لعدم دفع الغربان وأيضا روني هكذا يعيبين اثنين شبيبة القبائل تقيل مدربها رئيس شبيبة القبائل طبعا تحبيذ بالنسبة للمدرب الأجنبي لأنه وذيق الوقت جبنا مدرب عمراني عزدين رحيم يستقيل من نجم مقرة الأربعات تقيل أيضا مدربها هذا أتحدث في ثلاث جوالات بين هذا وهذا هل يمكن يصلحوا حال الكرة؟ لا بها طريقة هذه وبدهنية على رؤسة الاندي لن نشوفهم معظم رؤسة الاندي ينقلوها مالوريزمو ما عندهم حتى علاقة بكورت قدم ووحد ما حيق النعنيب لهذه الرؤسة وشامي ديرو سيجيس وشامي ديرو يصرخون فقط أعطيونا شركاته المال لكنهم يقيلون مدرب ويستقيل مدرب بعد جولتين ما أقول لك هذا ديسكور وحدة أخرت على الشركات رؤسة الاندي ويجيبوننا المدرب الأجنبي للبطولة الجزائرية ويجيبوننا اللاعبين أجانب لهم يجيبوا البطولات للبطولة الوطنية رأينا نشوفوا هذي المدربين وهذي اللاعبين رأيهم بهدلونا في الطاقة نوعية المدربين ونوعية اللاعبين أعتقد من المفروض يكونوا هكذا كلامك وإنما أن تأتي بمدرب كفاء ولاعب ممتاز هذا لا مانع في أي بطول لأنه هكذا كرة القدم في العالم وأنا أقول لكم مقتاشر أن نجيبوا مدربين أكفاء باستثناء البعض باستثناء البعض روجيليمار كفاءة حسام البدري كفاءة كبيرة لكن كنا نجيبوا القائمة للمدربين أجانب لجيبناهم مرة هم حاكم 11 سنة ما قدمش 11 سنة ما قدمش وبعدها كي تحصلت وبعدها تجيب المدرب الوطني وليد بلادك يجي دي بانيك ميش كيش بيك المدربين أجانب حاكم أنا شاهدنا مدرب 11 شباب قصنطينا لمشرف على حتى حصة ودق شحال بدأت 3 ملاير ونصف صحيح لمشرف على أي حصة لأنه ليس مالهم يمونير مال الشع مال عمومي لذلك لا ينزعج يصرف 3 ملاير أو 10 هذه تصير تصير عشوائي الناس ليس ما تعرفش ما تعرفش قد قدم هذه الرؤساء عندهم يخدمون 10 أو 15 مناجر يخدمون مع 4 أو 5 صحفيين وهم اللي يدبروا عليهم خلينا من وسط وليس انترميدير هذا الرئيس ما يعرفش قد قدم لو كان جاي عرف هو يجيب يخدم مع مناجر يقطع رحل هو يشوف هذه الرؤساء ما يعرفوش هم يجيبون لهم يسمعون من مناجر وميدير ورأيهم هم من لحقون لحقونا للطاس لعندها لزافر للطاس جبل ربي لزافر للجزائر كيف نطور واقعنا ونحن نتحدث عن إقالة واستقالة مدربين في جوالتين اثنتين فقط كيف نغير واقعنا ونحن نتحدث عن ذهب إلى المحكمة الدولية مثلا الرياضية الدولية لتعويض لعبين ومدربين آخرين واقع مرير بمقابل أنا أتحدث عن تكوينكم وإنشاء شباب حكيم أنا شاطر رئيس مع مونير ونقل لك أنا جوبونس درك فسك الإطار الجزائري كاين وكاين وكف ويقدر الكل شي بس حكي جيب أني طرون جي يعطي له قعل إمكانيات وقاع وشي يسحق ويحطوه باش يخدم بس حكي جيب المدرب الجزائري مكاش واقع حكي أنا ليا أنا ليا أنا نقول فسك احترام لقعل الععبين القدامة أنا جوبونس مام في رئاسة الفيرق لازم يكونوا لعبين قدامة أشكرك عبد الكريم سابر الشريف مدرب بأكاديمية سيدي بالعباس شكرا جزيلا لك مولي المقاس شكرا لك مشاهدين الكارم على طيب المتابعة غدا لنا لقاء آخر في تساؤلات والحديث مستمر على الإنجاز الجزائر